بأنه لا بد من المنظومة التعليمية لأنه لن نحقق الأهداف أهداف الدولة الاجتماعية كان حوارا مع النقبة انطلق وكان الحوار مع الوزير القطاع سيشاكي بن موسى لمدة دورات ودورات تم توقيع الاتفاق الـ 14 يناير الذي يعتبر الأساس لمختلف الاجتماعات ومختلف اللقاءات التي كانت تعقد فيما بعد اليوم لدينا وضعية تالية نظام أساسي هناك بعض الأساتذة الذين يعترضون عليه عندنا في الجانب الآخر عندنا حكومة لم تغلق الأبواب بل على العكس استمرت في النقاش وفي الحوار من أعلى مستوى في رئاسة الحكومة سيد رئيس الحكومة شخصيا التقى مع النقابات والبلاغ الذي صدر عن هذا الاجتماع واضح وضوح الشمس بأنه سوف يتم العمل جنبا إلى جنب في إطار الحوار المبتوح في إطار استحضار المكتسبات دي الرجال والنساء التعليم في إطار استحضار المصلحة دي التلميذ التي أعتقد بأننا جميعا كقواء سواء كنا رجال تعليم أو لا فاعلين عموميين أو حكوميين أو حجاب سياسية كلنا معنيون بهذا الموضوع وكلنا نعتقد بأن المكان الطبيعي للتلميذ هو المدرسة ولا يجب أن يتعطل هذا المصار المصار التلقي والتعلم وعندنا مازل جزء من الأساتذة الذي اليوم يريد أن يعبر عن فكرة الحكومة كتعرفها لكن السؤال المطروح هو واش الحكومة صمت الأدن دي لها؟ إطلاقا واش الحكومة غلقات باب الحوار؟ إطلاقا حكومة مازال مستمرة في هذا الحوار هذا نعتقد وقلت في الأسبوع الماضي بأنه آن الأوان لكي نشتغل بشكل مشترك وبشكل سريع لمواجهتي مختلفة هذه التخوفات بعض التخوفات التي كان عند رجال ونساء تعليم في حوار هادئين وشفاف ومعقول ونشوفوا القضايا كلها قضية قضية أنا ذاك سوف يظهر بأن هذه التخوفات حتى وإن وجد يعني لها سبب فإن الحكومة مستعدة للتفاعل وللحوار وللنقاش لكن لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبقى التلاميذ دون حصص دراسية وأن يستمر الهدر المدرسي وأن يستمر الآباء يضعون أيديهم على قلوبهم لأنهم يشاهدون أبناءهم لا يحصلون على التعليم للدولة ولجميع القوى كيف ما قلت واللي معنيين بهذه العملية هذه بما فيهم رجال ونساء التعليم كلنا نتفق على ضرورة أن تستمر الحياة المدرسية بشكل طبيعي أنا لا أريد أن ندخل في تفاصيل النظام الأساسي لكن فقط أريد أن أطرح السؤال وش نظام أساسي لحافظ على مكتسبات وجب يعني بعض القضايا من قبيل مدارس الريادة اللي غادي تولي واحد المدارس واحد الجودة معينة وفي واحد المستوى من المرضود يوم النتائج أنا فقط أطرح أسئلة بصوت مرتفع ف كما قلت الحكومة جديد مرة أخرى على أنها لم تغلق باب الحوار ولن تغلقه لأننا نعتبر رجال ونساء التعليم شركاء في إصلاح النظام التعليمي ولن نقوم بإصلاح المنظومة التعليمية دون شراكة حقيقية مع رجال ونساء نحن نمتمسكون بهذه الشراكة نمتمسكون بهذه الحسل العالمي المسؤولية لتشسير هذه التقاء وإعادة بنائها بشكل مشترك لأن قطاع التعليم ليس مثل القطاعات التي يمكن أن تخدع لما يمكن أن تخدع للحوار التعليم يحتاج إلى حوار والحكومة متمسكة بالحوار ولذلك نعتقد بأنه هذا العدد من التلاميذ الذين اليوم محرومون ولا يتلقون الدروس ديالهم أنهم يحصلوا على الدروس ديالهم بشكل سريع لكي نحقق المبدأ دي التكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة مش كل شي يقرأ مش شي يحدين يقرأ وشي يحدين ما يقرأ شكراً على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحباً بك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر